دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في أوكرانيا كما حضر جوتيريش من إمكانية نشوب صراع نووية مشيرا إلى قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها نووية هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستخصص نحو 40 مليون دولار أخرى من صندوقها المركزي بهدف مواجهة الطوارئ لزيادة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا أكدت الرئاسة الروسية أن خطط روسيا في أوكرانيا سيتم تحقيقها بشكل كامل وفقا للأطر الزمنية المحددة وقال الكريملين أن روسيا لديها موارد عسكرية كافية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا كما أضف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية يحاولان إثارة روسيا من أجل مهاجمة المراكز السكانية الرئيسية في أوكرانيا